موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدين الأكارم سنفتتح حلقتنا لهذا اليوم بفيديو مستفز لأحد خطباء الحوثي ومفتيه الفيديو يفرض من خلاله الخطيب على اليمنيين الخمس لكنه هذه المرة نزل إلى ما نسميها شعبيا قوارير المياه نتابع هذا الفيديو البدروري والمعادن مستقر جميع الأرض حتى في الشركات المعدنية مياه المياه المعدنية التي اليوم تستسبر وتدر عليها أرباحا كما تعلمون خيالية لما عدوا أن يقولوا إن فيها الخمس لأنها من المعادن لأن الله تعالى يقولوا أنفقوا من ما رجبناكم من طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض فما من ألفاظ العمومي ولا شك أن المعادن قد أخرجت من الأرض فالواجب أن ينفق الإنسان منها وأن يخرج الخمس سواء سميناه زكاة أو سميناه زكاة إلا أن العلماء قالوا إن الخمس ليس كالزكاة من كل وجه لأنه لا نصاب فيه ولأنه لا يشترض فيه الحول ولأنه يعني فيه أحكام خالفت كانون الزكاة أو شكم الزكاة في بعض الجوانب المهم قول الله أعلم أن ما غنمتم ما عام والعام كما قال العلماء لا يقصر على سببه سواء كانت الغنيمة في حالة الحرب أو كانت الغنيمة مما استخرج من الأرض سرقة موصوفة لما تبقى من أموال الجمنيين وقوتهم بغطاء الشرع والدين هذه المرة حاولت الميليشيات استغلال الدين بتحويل منابر الجمعة إلى وسيلة للتحريض والتبرير على حد سواء حيث عمد خطباء الميليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء إلى تبرير الخطوة العنصرية والتنظير لها باعتبارها توجها دينيا تارة وتارة أخرى بالقول أن هذا القانون ليس بشديد نتابع ماذا قال رواد مواقع السوشال ميديا على هذا الموضوع ونبدأ سويا بتغريدة لمحمد المخلافي أصحاب شركة شملان وحدا نصيحتي اتخرجوا وشوفوا لكم هاشمي يشتري منكم المصانع مفتي الهواشم يشتي بعد كل أربعة كاراتين ماك كرتون للهاشميين طبعا هذا من خلاف الجمارك والضرائب والزكاة والموالد حق شهداء وحق الجرحة أما البترول والغاز فهذا قده معروف أنه حق السيد واسأله العراقيين أيضا رياض الأحمدي علق على الموضوع وقال بسبب خطبة مفتي الحوثيين تركت MBC2 وفتحت كتاب القرضاوي عن الزكاة وحديثه عن الخمس وكنت مستعدا لسلخه ولكن لم أجد بكتاب القرضاوي ما يقر الخمس لبني هاشم صراحة وأنا على مذهب مالك قال الركاز وما يستخرج من الأرض ملك للدولة ماري بالورد أيضا كتب على الموضوع قال مفتي الهاشميين في صنعاء الخمس مشروع حتى في المياه المعدنية يعني إذا شربت خمس صحات تجيب لهم صحة المتوردون اللصوص إلى تدوين لبندر المهدي قال فيها لن يسمح لأي بيت تجاري وطني لا ينتمي إلى السلالة حتى لو دفع أضعاف الخمس فقط هي مسألة وقت إلى توضيح جدير بالثقة ومميز لمحمد المقبل في تغريدة قال فيها بعد خطبة مفتي الحوثيين اتضح أن يوم القدس ويوم الخمس وأن المسيرة القرآنية هي مسيرة المياه المعدنية وأننا أمام مواجهة بين الذات اليمنية والذات الهاشمية ينمو زخمها الفكري كل يوم نحو ثورة فكرية كعلاج جذري لمأساة ألف عام عاشت اليمن نتيجة هذه الفكرة أشبه بحادث سير يخلف كل يوم ضحايا ما زلنا سويا أنا وأنتم في موضوع الخمس ولازال الشعب اليمني يغلي غاضبا من قانون العنصري الذي يمنح الهاشميين حق نهب خمس أموال اليمنيين بالتبرير للقانون واتهام معرضي بمخالفات الدين والكفر وتبني أفكار علمانية واشتراكية قانون عنصري يمنح من يسمون بالهاشميين نحو عشرين بالمئة من ممتلكات اليمنيين فقد عمدت هذه الميليشيات الحوثية طيلة سنوات عمرها إلى إحياء هذه المفاهيم العنصرية المتخلفة على مختلف الأصعدة وصولا إلى إصدار هذا القرار وتنفيذها مستغلة انشغالات اليمنيين في مواجهة أزماتهم الإنسانية التي نشأت بسبب الحرب التي فرضتها عليه منذ ستة أعوام نتابع أراء النشطين على هذا الموضوع ونبدأ بالبرلماني وعضوه ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني واللي قال فيه منشور قال فيه تؤكد هيئة رئاسة مجلس النواب أن ما أقدمت عليه ميليشيات الحوثي من إصدار وثيقة الخمس يعد سلوكا عنصريا بغيظ وسلالي مقيت وما يصدر عنها معدوما ولا قيمة له وعملا مجرما تستحق العقابة عليه وسينقش المجلس في أول اجتماع له مشروع قانون تجريم التمييز بكل أشكاله أحمد الكحلاني أيضا في تغريدة قال فيها إلغاء الخمس أنا هناك مواطن يمني وعضو في مجلس النواب ومع الكثير نطالب بإلغاء هذه الأحكام التي تضمنها القانون وما تضمنت لائحة وسرعة العمل على تعديلهما بما يتفق مع الدستور والقانون كما أطالب بسن قوانين تجرم العنصرية والعنصرية المضادة أو ممارستها أيضا نعلي بن محمد القوسي كتب على الخمس وخال في تغريدة هكذا كان الفرق بين أطفالنا وأطفالهم قبل ثورات السادس والعشرين من سبتمبر عام الف وتسعمائة واثنين وستين اليوم تتكرر نفس المشاهد والأوضاع بسبب الحوثي ونهب ثروات البلاد لكن الشعب اليمني لم يفقد الأمل باستعادة دولته وكرامته ونعول على الجيش والشعب المقاوم والكثير الكثير نرهان القدسي أيضا تكتب وتقول من أراد أن يعيش في اليمن كمواطن يمني يحتكم للدستور والقانون له ما له وعليهم عليه سواء كان هاشميا أو قبيليا أو مهمشا شماليا أو جنوبيا رئيس أو مرؤوس فليعش ومن أراد أن يكون له أفضلية عن غيره فليترك اليمن ويذهب للبحث عن تركة جده في بلد آخر هاشتاغ حمل الإمامة الهاشمية تدمر اليمن إلى سام الغباري واللي كتب في تغريدة وقال العنصر الهاشمي في اليمن مثل قنبلة عنقودية إن لم ينفجر هو انفجر ابنه وإن لم ينفجر ابنه تفجر ابن عمه وإن لم تنفجر عائلة الحوثي تفجرت عائلة المتوكل والشامي والديلمي إلى آخره وهكذا يدفع اليمنيون كل ثلاثين سنة ثمن مقامرة مثل هذه العناصر الخطرة الدكتور عبدالوهاب الروحاني في مقال كبير وطويل كتب فيه عن الخمس قال في حماة النقاش حول ما تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة المعدل حول خمس بني هاشم وبعيدا عن عراء المذهب وخلافاتها ثم بعيدا أيضا عن حرية الشتم والشتم الآخر دعونا هنا نحاور العقل ونستنطق جوهر الإسلام وثوابته في نقاط عابرة ومختصرة لتبيين الحقيقة هو أجب عدة نقاط آخرها نقطة أخيرة أريد النقاشة أو الإشارة ألي هو أن الجمع بين الجباية الزكوات والمكوس أو الظرائب لا يتفق برأيي مع جوهر عدالة الإسلام ثم من البديهي القول أن يكون المواطنون كل المواطنين في ظل الدولة أي دولة متسابونة في الحقوق والواجبات وإن على الورق وإذا بليتم فاستطروا مجرد وجهة نظر أردت أن أخاطب بها العقل الكثير من الرواد كتبوا عن الحل لدى هذا القانون وخالد العميسي كتبوا قال لحل لنا سوى ثورة عارمة تجرف كل الفاسدين سواء من بني هاشم أو غيرهم الثورة الشعبية يجب العمل عليها والإعداد لها بعزيمة اليمنيين ستسقط الهاشمي والقبيلة وكل مشاريع التخلف والجهل والظلام إلى يحياء الهادي واللي كتب على الخمس وإجرام الحوثي بحق اليمنيين ابتدأ بها بالحوالات نشوف ماذا قال تطبيق قانون الخمس في الحوالات المالية الحوثيون بدأوا يطبقوا قانون الخمس حتى على إرسال الحوالة والكلام لأحد الأخوة وهناك أسماء سأتحفظوا على ذكرها كي لا يتعرضوا للأذى جاري من ردع أرسل له الشريك حق القاتل مبلغ 63 ألف ريال وسر عند محل الصرافة سلم له 53 رجع اتصل بصاحبه قال أنت قلت أرسل 63 قال قطعوا الخمس حقهم أقسم بالله أن هذا الكلام من لسان جاري العقيد وهو الرجل ثقة والثاني أرسل من أبيان 300 ألف الواحدة تتعالج في مركز الأورام في الجمهورية وسلموا لها 260 ألف وأربعين قالوا الخمس حتى على المريض الخمس الكلام أعلى من شخص أرسله هو ثقة وليس متجني أو حاقد بل بلغ الأمر شيء لا يطاق وعلى الشعب باختيار ما يناسبه اليوم الخمس غدا أقبح وأبشع إلى سياف الغرباني لدائما ما يفاجئنا بمنشوراته قال هذه المرة كل هؤلاء ازدعقون من وثيقة الخمس لا يستطيعون منع الحوث من فرضها سلق البيانات الثورية من الفنادق مهمة سهلة لكنها تظل مجرد دوشة كلامية بلا قيمة ربما قرأها الحوثي وقال لكم في سر تبخروا بها جميل سيف دائما ما يضع الملح على الجرح وننتقل سويا أنا وأنتم إلى سلطان القباطي واللي كتب على الخمس قال قانون الخمس فضيحة مدوبية وتمييز عنصري سلالي غبي ومتخلف كشف الوجه الحقيقي القبيح جدا لجماعة هي في أمس الحاجة للبس قناع الوطنية على الأقل في ظل هذه الظروف التي تعيشه الجماعة وسلطتها ونعيشه جميعا ومن الخمس إلى لرفضه هو أصلا قانون الخمس نائب برلماني يتلقى تهديدات بتصفية من أحد أقارب زعيم الحوثيين قال عضو مجلس نواب ونائب الموالي لميليشيات الحوثي أحمد سيف حاشد هاشم أنه تلقى اليوم تهديدات بالقتل والتصفية الجسدية من رقب التليفون مسجل بإسم أحد أقارب زعيم الميليشيات الحوثية وأوضح النائب حاشد في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في موقع تويتر أنه تلقى وللمرة الثانية تهديدات مباشرة بالتصفية الجسدية نتبع ماذا قال أقول للحوثيون مثلما أثبتنا أنكم عنصريون وكهانوتيين واستبداديين وسلاليين ستثبت أيضا أنكم أكثر من ذلك تهديدكم لرجل يريد أن يموت لا تفرقوا معهم فقط سيرتم الحياة والموت سيان وتغريدة أخرى قال فيها الرقم الذي هددني بالتصفية وللمرة الثانية مسجل بإسم فضل الله محمد بدردين الحوثي وهو من أقارب عبد الملك الحوثي وحمل المسؤولية كاملة في حال تصفية عبد الملك الحوثي لا سوى وستأتي العدالة ذات يوم ولن أتراجع عن موقف الحقوقي في مواجهة التمييز العنصري الذي أطل ببشاعته للأمان الكثير من الناشطين على مواقع التواصل تضامنوا مع الأستاذ أحمد سيف حاشد ونحن بدورنا أيضا نعلن تضامننا مع الأستاذ أحمد حاشد صاحب القلم وصاحب الرأي وصاحب الموقف الذي لطالما حارب وطرح رأيه بكل صراحة أمام الجميع لا يتآمر أيضا من تحت الطاولات ولم تمتد يده أيضا للفساد لم يخن مسؤوليته في تمثيل المواطن والانتصاف لمظوميته من الجميع سويا أنا وأنتم إلى تراند فيسبوك وتويتر سويا نبدأ من تراند عبد بشرو بتغريدة قال الحملة المليونية لصرف المرتبات مستمرة أن الرد كما وعدناكم جاءنا يوم أمس ونعتذر عن الإفساح عن التفاصيل حرصا على نجاح الموضوع سوف نوافيكم قريبا ولازلنا في تواصلات لتقريب وجهة نظر الأطراف وتجهيز الرسائل والكشفات والوثائق الخاصة بالمرتبات من قبل المعنيين في الاتحاد والنقابات والأكاديميين وغيرهم عبد السلام الشريحي أيضا في تراند لليوم ومنشور يقول امتلأت صفحات الأصدقاء بالتعازي خلال الأسبوع الأخيرة كنا نتنقل بينها بحذر خوفا من أن نمر على قبر جديد أو حتى سرير يرقد فيه مريض أبدأ الكثير من التعاطف ربما هذه هي المرة منذ بداية الحرب التي اجتمعت فيها قلوب الجمنيين على هم واحد لكننا في الحقيقة تناسينا عمدا أو جهلا أكثر من يستحقون التعاطف أولئك الذين يقبعون في السجون الأسرى واعتقالا منذ سنوات كانت فرصة ولا تزال لتذكير السجانين بأن المعتقلين أهل يريدون عناقهم قبل الرحيل الأخير وللأهل معتقلون يريدون الإطمئنان عليهم بعد طول غياب تذكير لإنقاذ هؤلاء الضحايا من إصابة محتملة بالوباء وتحسس لحياة ضمير لا خير فيه إن لم توقظه كل هذه الأوجاع أيضا جمال البحر يعلق على صورة للدكتور أو ما يسمى بيطها المتوكل وقال هؤلاء بيكافحوا كورونا ويرشدوا الناس ويحثوا الناس على التباعد على رأسهم وزير الصحة على الطريقة الحوثية حياة القطيع إلى آخر تراند ميثاق توفيق تكتب عن السعادة في زمن كورونا وتقول السعادة الغائبة أيها السعادة الهربة من أعنق حناجرنا والضائحة من جدران قلوبنا والأسيرة خلف أسرى بالأحلام الراكدة أيها السعادة المشتعلة كبارود حرب منتشر أمات روائح الورود وأخصانها أيها السعادة الغائبة من أدراج حياتنا كمهاجر ظل طريق وطنه للأبد أيها السعادة أظلمت أرواحنا وذبلت عقولنا وتجمدت أجسادنا كطفل تحت ظنه ثلاجة الموتى أيها السعادة أما شدك الحنين لأبنائك أما هزتك لهم ذكرياتك وأيامك يا لقصاوتك وجفائك ويتها السعادة لماذا كل هذا العناد منك اليوم وقد رافقتين لعقود دون ملل أو تقصير أو حرمان بهذا مشاهدنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم نتمنى أن تكون قد نالت الاستحسان دمتم ودام الوطن بألف خير إلى الملتقى كنوا بألف ألف خير اشتركوا في القناة